مرسل كولر موديل فني لها النادي الاهلي عمل محاضرة مع اللعبين على هامش مران الفريق يوم الحد المحاضرة كانت حوالي ساعة تقريبا وكولر عرض على اللعبين فيديوهات بأداء فلومينانسي خصوصا انه كان مع مساعدية طبعا مقطع فيديوهات لكل خط من خطوط الفريق البرازيلي على حدة وحدد كولر للعبين لعيب النادي الاهلي 3 او 3 نقاط ضعف في الفريق البرازيلي ابرزها الجزء اللي كنا بنتكلم فيه مبارح الارتداد الدفاع البطيء لفريق فلومينانسي وايضا انه هم في الحالة الهجومية ما بيعرفوش يأمنوا وسط ملعبهم بشكل كويس وهيبقى فيه صورات في وسط الملعب وقال انه الاهلي لازم يستغل المرتدات بشكل كويس وكلر طلب من محمد ياني وعلي معلول وسلاسي الوسط يانج وامام ومروان انه مع قطع الكرة يلعبوا من لمسة واحدة البرستاب وحسين الشحاية عشان يستغلوا سرعتهم لاتنين هيبقى فيه بكرة تحولات هجومية رائعة جدا للنادي الاهلي ان شاء الله لو مشي او اللعبين فيهم تعليمات مارسل كولر اشتركوا في القناة